قاد حب ليلى قامو للغتها الأم إلى التحاقها بمعهد اللغة الكردية بعد سن الخمسين وأنهت الدراسة فيه بتفوق وهي الآن معلمة ولدت ليلى قامو عام 1963 في قرية قامو التابعة لمقاطعة الحسكة نشأت وترعرعت في عائلة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالسياسة درست ليلى حتى صف السادس الابتدائي في مدارس اللغة العربية ولكنها اضطرت إلى ترك الدراسة بسبب الظروف المعيشية بقيت تعلم القراءة والكتابة رغبة دفينة في قلبها وكبرت معها بدأت ليلى قامو الدراسة عام 2017 في معهد اللغة الكردية في مقاطعة الحسكة قاد هذا كالطريق الشاق المليء بالحب والإرادة والتصميم نحو النجاح هكذا تحدثت ليلى قامو عن تلك الأيام عندما بدأت الثورة كان تعلم اللغة الكردية إحدى رغباتي التي أردت تحقيقها ففي طفولتي تعلمت بعض الأحرف ولكنني لم أتابع التعلم التحقت بالمعهد رغم كبار سني وتقدم بالعمر من خلال نجاحها استطاعت ليلى قامو كسر مفهوم المجتمع الذي يرى ويصور المرأة ككائنا لا قوة له وبدون هوادة سارت وراء تحقيق أحلامها وأهدافها حاليا تقوم بتعليم اللغة الكردية لأطفال المكون العربي في قرية خربة الغازال التابعة لمقاطعة الحسكة على مدار خمسة أيام في الأسبوع بالنهاية وجهت ليلى قامو التي تؤمن بقوة المرأة هذه الرسالة إلى جميع النساء لقد مررت بالعديد من الأحداث والظروف الصعبة في حياتي لم يكن لدي أطفال وفقدت زوجي أيضا لكنني لم أكن تلك المرأة التي تجلس وضعة يدها على خدها حانية رأسها لقدرها ومصيرها قلت لنفسي أنا امرأة قوية يجب أن أعيش بكل فخر واعتزاز لدي أمل بكل النساء فلا توجد أي امرأة لم تواجه الصعوبات لكنني أحب تلك المرأة المثابرة والناجحة